اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما يستهدف صندوق الصمارات العامة ضخص الصمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030 ليصبح مجموعة الصمارات في العشر سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة يستهدف صندوق الصمارات العامة استحداث مليون 800 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال خمس سنوات القادمة وذلك انطلاقا من أن الصندوق الصمارات العامة لا يعدي راعي ستماري المملكة العربية سعودية في حسب بل محركا أصيلا لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف يمضي صندوق الصمارات العامة بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صندوق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030 كما ستتجاوز أصوص صندوق الصمارات العامة بعون إلى 7 تريليون 500 مليار ريال سعودي في 2030 تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الصدام المالية والتنموية الشاملة مرصخة بذلك مكانة ضمن دوائر المال والأعمال العالمية لكي يكون الشريك المفضل عالميا لقد تم بعض الشكيل مجلس الداري تشكيل مجلس الداري الصندوق الصمارات العامة برئاستنا في عام 2015 وإعادة هيكل الصندوق الصمارات العامة وإعادة صياغة الاستراتيجية بالكامل في ذلك العام مما أدى إلى وضع في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصف صندوقا سياديا رائدا وضاعف وصوله وقادرا على استثمار رؤوس أموال كبيرة في المملكة العربية السعودية وفي أسواق العالم لتحقيق عوائد طويلة المدى من خلال إطار حوكم متين وعملي ومنظم واضح الصلاحيات والمهام ويتبع أعلى معايير العالمية صندوق الاستثمارات العامة ينظر إلى القطاع الخاص بوصف الشريك الشريك الأهم والدائم مرحليا وستراتيجيا وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها وما يزال العمل المشترك مستمر في تطوير وتفعيل الأدوار لإعطاء المزيد من الفرص للتمكين واستثمار مع القطاع الخاص حيث نستهدف اليوم رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% من مشاريع صندوق السمرات العامة والشركات تابعة له خلال خمس سنوات القادمة ساهمت إنجازات صندوق السمرات العامة في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي ويلتزم الصندوق بضخم 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي بشكل سنوي ومتزايد حتى 2025 ويستهدف صندوق وشركات التابعة له المساهمة في الناسج المحلي الغير نفطي بقيمة تريليون و200 مليار ريال سعودي تراكميا بنهاية 2025 في صندوق سمرات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب بل نستثمر في المستقبل مستقبل المملك ومستقبل العالم وغاية أن يكون وطن الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة وبهذا ستكون نهضة المملكة ارتقاءا للعالم أود أن أشكر معالي أعضاء المجلس في صندوق سمرات العامة واللجان وجميع من سوبي صندوق على جهودهم الكبيرة لتحقيق المستهدفات خلال الفترة الماضية وصولا لهذه الاستراتيجية لعام 2025 وختاما نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيم اسمه مملكة عربية السعودية شكرا